السلام عليكم متابعي دراما سبورت اليوم بدنا نحكي عن طريقة وفلسفة الكابتن نبيل معلول بإدارة المباريات قبل ما فوت بتفاصيل هذا الموضوع حابب أحكي عن بعض الأفكار وهاي الأفكار خص نص فقط للأصدقاء الجدد بالقناة الأصدقاء القدامى أكيد بيعرفوا محتوى قناة دراما سبورت لكن الاجداد أكيد بيحتاجوا لفهم محتوى هذا القناة بشكل أو بآخر القضيق الجديد اللي عم بيتابع محتوى القناة عم بيشوف أنه أنا شخص ماني متفائل لكن حابب وضح شغلة معينة أنه هذا الكادر الفني وهذا الاتحاد أنا متفائل فيه جدا لكن حطولي جند كلمة متفائل ألف إشارة استفام وخمست آلاف إشارة تعجب التفائل ما بيعني أني طبل وزمر لأي مدرب إذا أنا حبيت المدرب وطبلت وزمرت لهذا المدرب وغيري كمان طبل وزمر لهذا المدرب فمين حيحكي عن الأخطاء مين حينتقد المدرب مين حيحكي عن بعض الأفكار اللي ممكن يشوفها سلبية بالمدرب بتمنى يعني يكون توجهنا مو فقط على الشغلات الإيجابية لازم نحكي عن الشغلات السلبية كمان الشغلات السلبية مهمة جدا إذن يا شباب الشيء الوحيد اللي عندي مستمر بحبي إلو هو المنتخب يعني نحن الشيء اللي بيجمعنا هو المنتخب فيما تبقى أنا اليوم مع حاتم الغايب إذا شفته أخطأ بكرة فرح أحكي عن خطأه بكرة لكن الشغل الأساسي المستمرة والقاعدة الأساسية المستمرة هو المنتخب الشيء اللي بيجمعنا أما الباقي فممكن اليوم أنا أكون معه وبكرة أكون ضده لذلك يا شباب لا تحسني متشاعم على العكس لازم تحسني متفائل كوني أنا من الناس اللي طالبت بمدرب عربي وأجنبي فأكيد رح كون يعني راضي كل الرضا عن التعاقد مع نبي المعلول وأكيد رح حب هذا التعاقد وكمان المساعد المدرب ضرار رداوي ومدير المنتخب عبدالقادر كردغلي ومشرف على المنتخب عبدالقادر كردغلي ومدير المنتخب عساف خليفة فكل هالناس أصحاب خبرة طبيعي رح تفائل بهذا الكادر الفني كما أنت تتفائل لكن الشغلة الوحيدة اللي أنا حابب أوضحها أنه نحن دائما بقناة دراما سبورت بنحكي عن الإيجابيات والسلبيات حتى بهذا الفيديو بطريقة واسلوب وفلسفة الكفت النبي المعلول حنحكي عن الشغلات الإيجابية بهاي الطريقة وكمان ما رح ننسى نحكي عن الشغلات السلبية بعتذر يا شباب من المقدمة الطويلة وحتكون طويلة جدا لأن لازم نوضح الأمور لازم نوضح الأمور للأشخاص الجدد بالقناة وبعتذر من الأشخاص القدامة بالقناة اللي بيعرفوا كل هالمواضيع أنا لا هلا يا شباب يعني بعد أي فيديو عم أتساءل نفسي عم أتساءل شو يعني تفائل التفائل يعني أطلع بفيديو وأحكي يا هلا بنبي المعلول نورتنا يا نبي المعلول ألف ليرة محروقة لنبي المعلول يعني شو بدي أحكي بفيديو لا تشعروا أني أنا متفائل يعني ما بعرف وين لازم نلاقي شعور التفائل يعني وأنا متفائل يعني نحنا اللي متنا لأجا مدرب عربي نحنا اللي طالبنا بمدرب عربي ومدرب أجنبي أي مدرب يجي يكون صاحب سي بي أوي فأكيد رح نكون متفائلين لكن مو بالمعنى الحقيقي أنك تحكي يا هلو يا مرحبو وردت فعلي وأنا حابب هذا المدرب بشكل هذا ما متفائل هذا كلام إنشائي بتحكيه لو ولد صغير بينما أنا عم أتعامل مع الأصدقاء المتواجدين بالقناة كأشخاص بالغين راشدين شباب بيفهموا بالرياضة أو حابين يفهموا بالرياضة على كل حال اللي حابب فقط يشوف تفائل في يعمل بحث باليوتيوب عن غنية دقوا على الخشب يا حبايب دقوا على الخشب زقفة وزلغوطة يا حبايب للمنتخب أو غنية آها هي هي خلوا الفرحة سورية يعني خلي يتابع فقط هذا الشي ويبتعد عن التشاؤم أما اللي حابب يشوف إيجابيات وسلبيات فأكيد هو بالمكان الصحيح هلأ يا شباب خلونا نحكي عن الرسم التكتيكي للكابتن نبيل معلول الكابتن نبيل معلول بيعتمد على طرق مختلفة باللعب وهذا الشي أكدوا من خلال المؤتمر الصحفي اللي كان فيه مع الكابتن حاتم الغايب والكابتن عبدالقادر كردغلي إذا لعب منتخبنا مع منتخب أقل مستوى فرح يعتمد الكابتن نبيل معلول على طريقة هجومية طريقة الضغط العالي بنصف ملعب الفريق المنافس بينما إذا لعب منتخبنا أدام منتخب قوي جدا أقوى من منتخبنا فنيا فنبيل معلول حيعتمد على التحفز الدفاعي والاعتماد على أخطاء الفريق المنافس وكمان الاعتماد على الهجمات المرتدة من خلال متابعتنا للكابتن نبيل معلول مع المنتخب التونسي بكأس العالم فشفنا منتخب تونس بمجموعة صعبة جدا يا شباب كان المنتخب التونسي بمجموعة منتخب بلجيكا ومنتخب انجلترا فالمنتخب البلجيكي والمنتخب الانجليزي من المنتخبات القوية جدا يعني عالميا حتى انه هالمنتخبين بالذات اتأهلوا للدور نصف النهائي بكأس العالم 2018 لذلك كان من الصعب توقع تأهل منتخب تونس أو في أمنيات بتأهل منتخب تونس بوجود المنتخب البلجيكي أو الإنجليزي طبعا مع ضعف المنتخب البانامي الذي كان موجود بالمجموعة كمان لكن منتخب بلجيك أو إنجلترا كان صعب جدا أنك تتأهل على حساب هالمنتخبات وبأول مباراة لعب في المنتخب التونسي بقيادة نبيل معلول قدام المنتخب الإنجليزي لعب يوما نبيل معلول بطريقة 4-1-4-1 بهاي الطريقة حاول يلعب على التحفز الدفاعي نبيل معلول اعتمد على رباع دفاعي ما بيتقدم حتى الأزهرة منع تقدم هاي الأزهرة على الرغم من كون لعب معلول عليه معلول بيحب التقدم للأمام لكن كمان كان مانعه من التقدم اللعب الارتكاس كمان ما خلاه يتعدى نصف ملعب المنتخب التونسي فلذلك عمل تحفز دفاعي قوي وأجبر المنتخب الإنجليزي على لعب مباراة صعبة جدا يعني المنتخب الإنجليزي عانى جدا ليسجل هدف أول بخبرة لعب مثل هاريكين بالمباراة اللي جمعت المنتخب الإنجليزي والمنتخب التونسي من خلال منع الأزهرة من التقدم كمان كان عم بيشكل ضغط على رحيم ستيرلينغ وأشلي يونغ باللعب على المساحات كون هاللعب سرع فبيعتمدوا على المساحات وكان المنتخب التونسي ضاغط جدا بنص الملعب حتى فرجاني ساسي اللي عنده بعض الأدوار الهجومية منعوا من اللعب بأدوار هجومية كانت الأدوار بشكل عام للعب التونس بمباراة الافتتاح قدام المنتخب الإنجليزي مباراة التحفز الدفاعي والأدوار الدفاعية مثل ما حكينا بعد تقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق هاريكين شفنا منتخب تونس عم يرجع للمباراة عم بيحاول يستحوز فهون عم نشوف خبرة لعيب التونس يعني تلقيت هدف لكن هذا الشيء ممكن ما يأثر على لعيبة مثل لعيبة منتخب تونس ويرجعوا للمباراة وبالفعل سجلوا هدف التعادل طبعا انتهت مباراة إنجلترا وتونس المباراة الافتتاحية بكأس العالم بيفوز المنتخب الإنجليزي بالدقائق الأخيرة بهدف تاني من هاريكين يعني كان عامل الخبرة لصالح المنتخب الإنجليزي على حساب المنتخب التونسي بس مباراة كانت قوية وعانى المنتخب الإنجليزي من طريقة نبيل معلول الدفاعية بالمباراة التانية لنبيل معلول مع المنتخب التونسي قدام المنتخب البلجيكي كانت الطامة الكبرى لنبيل معلول كان هجوم الصحافة التونسية بهاي المباراة بالذات كيف بتلعب بطريقة هجومية وانت عم تلعب ضد المنتخب البلجيكي بوجود هازارد ديبروين ولوكاكو نبيلة معلولة اعتمد بهاي المباراة على طريقة الاربعة ثلاثة ثلاثة اما كسب المنتخب البلجيكي او الخسارة بنتيجة كبيرة وهذا شي صار يعني المنتخب البلجيكي تقدم باول ربع ساعة بتسجيل هدفين بعد حاول المنتخب التونسي تقليص الفارق ونجح بهذا الشي لكن بوجود هازارد لوكاكو ديبروين وتشكيلة وواسعة من المنتخب البلجيكي وكمان مع وجود المنتخب الانجليزي بنفس المجموعة فأكيد ما رح تكون في رحمة في حال اخطأت بالتكتيك او اخطأت بالتركيز خلال التسعين دقيقة بلا طول سيرة يا شباب كانت مباراة بلجيكا الطامل كبرى متل ما حكينا كانت اسوأ مباراة قادة نبيل معلول للمنتخب التونسي قدام منتخب بلجيكا وكانت اسوأ مباراة فنيا وتكتيكيا لهذا المدرب عدا عن ذلك في لعب المباراة الثالثة قدام منتخب بنما صاحب التصنيف وحدوت معني يعني تقريبا فينا نحكي انه منتخب بنفس مستوى منتخبنا لكن كان متأهل لكأس العالم حقق المنتخب التونسي الفوز بنتيجة 2-1 بمباراة فنما رجع نبيل معلول لطريقة الـ 4-1-4-1 لكن هالمرة اعطى صلاحية هجومية لفرجاني ساسي وحتى التبديلات الهجومية بدخول انيس بدري وباسم سرارفي كانت التبديلات هجومية فالمنتخب التونسي قدام بنما لعب على لعيب المحترفين الموجودين وعلى خبرة المنتخب التونسي وحقق الفوز الشي الحلو بمنتخب تونس قدام منتخب انجلترا بلجيكا وحتى بنما انه كان كلما يتعرض لاهداف بيرجع بالنتيجة بيتعادل او حتى بيفوز والشي الحلو بنبيل معلول مع المنتخب التونسي انه كان دائما بيعمل خصوصا بالشوت الثاني اذا يا شباب ثلاث مباريات صوتي راح يا شباب والله ما بعرف يعني صلي خمسة عشر يوم وانا عم صور اه وانا مريض يعني مشكلتي انا لما بمرض فالمرض بيكون قاسي جدا يعني قليل ما امرض يعني ممكن هاي صلي سنتين الحمد لله ولا مرض لكن لما بمرض بيكون المرض قاسي جدا فصلي خمسة عشر يوم عم صور وحاليا ما عم اقدر كمل الفيديو لكن راح اكمله حبيت احكي عن طريقة نبيل معلول مع المنتخب التونسي بكأس العالم هاي اخر تجربة لنبيل معلول كون كأس العالم اما بتكون فيها سيئ جدا او بتكون فيها جيد جدا وبعد هاي التجربة فيني احكي عن شغلات ايجابية شفتها بنبيل معلول واكيد راح نحكي عن الشغلات السلبية فجماعة الشغلات الايجابية واللي بيحبوا التفاؤل اسمعوا الشغلات الايجابية ولا تهتموا بالشغلات السلبية اللي ممكن احكي عنها يعني فالشغلات الايجابية كانت عديدة راح نحكي عنها بالتفصيل نقطة نقطة اول شغلة شفتها بنبيل معلول الصرامة المدرب صارم جدا يعني بتحسوا بيشبه فابيو كابيلو بالتكشيرة مدرب بصراحة بنحتاجه مع لعيبة المنتخب السوري الكابتن نبيل معلول كمان لاحظت انه دائما بيعتمد على اللاعب اللي عنده لياقة بدنية 100% اللاعب اللي ما تكون لياقته كاملة فبيقعد على الدكة لذلك نبيل معلول بيعرف هذا الشي انه هو المسؤول الاول عن الخسارات المسؤول الاول عن النتائج السيئة عن الاداء السيئ فبيلاعب اللاعب اللي بيستحق يتواجد بالتشكيل الاساسية واللي بيعطي 100% من طاقته كمان من مميزات نبيل معلول انه بيعرف يرجع بالنتيجة خصوصا بالشوت الثاني شوت المدربين بيعرف يعطي جرعة حماس جرعة ايمان بالفريق تفديلاته على الغالب بتكون ناجحة فبيعرف يرجع بالنتيجة هاي مميزات يعني بتشوف ها ببعض المدربين لكن انا شفتها بنبيل معلول مع قيادته لنادي الترجي نادي الجيش القطري وكمان نادي منتخب تونس والايجابية الاخيرة اللي شفتها بالكابتن نبيل معلول بقيادته لهالمنتخبات انه مدرب بيعطي فرصة للشباب يعني باغلب التشكيلات اللي بتشوف فيها نبيل معلول مدرب بتشوف لعيبة شبابة بيلعبوا حوالي 4-5 لعيبة اساسيين بالتشكيلة من العنصر الشاب بصراحة فيه ايجابيات عديدة تانية للمدرب لكن انا اختصرت هاي الايجابيات بالصرامة باعطاء الفرصة للشباب بالاعتماد على اللاعب صاحب القوة البدنية واللاعب اللي بيعطي بدنيا مية بالمية يعني شفتها الايجابيات جيدة جدا بمدرب مثل الكابتن نبيل معلول لكن السلبية اللي انا شفتها بالكابتن نبيل معلول عدم قراءة المنتخب المنافس بشكل جيد يعني بتحس منتخب تونس لما كان بيفوت على اي مباراة بيفوت بيتلقى هدف هدفين وبعد بيرجع للمباراة فكان احيانا الرجوع ممكن يكون متأخر او احيانا ممكن ما ترجع ابدا للمباراة فهاي السلبية اللي كنت عم شوفها قراءة المنتخب المنافس خصوصا بمباراة بانوا يعني حسيت المنتخب التونسي ضائع بالشوت الاول وبالشوت التاني لقى نفسه هلا اكيد في ناس بتحكي انه الشوت التاني هو شوت المدربين وانا متفق معها بهذا الشي لكن احيانا الشوت الاول بيكون حاسم جدا بالنتيجة يعني احيانا بتتلقى هدفين ثلاثة وبتخلص المباراة من الشوت الاول فيفضل يعني وبتمنى انه الكابتن نبيل المعلول يقرأ المنتخبات جيدا يعني حتى منتخبات المالديف وغوام يقراها بشكل جيد لا يعرف يحسن المباراة من الشوت الاول والشوت التاني نلاقي شوية اداء شوية لمسات لمسة وباص يعني حركات شغلات اي شي جديد نشوفه بالمنتخب السوري فقراءة المباراة مهمة جدا انا ما لاحصتها بالمنتخب التونسي بكأس العالم عدا عن ذلك يا شباب فالمقارنة بين منتخب تونس ومنتخب سوريا يعني صعبة جدا المنتخب السوري بشكل عام زهنيا مختلف تماما على المنتخب تونس يعني منتخب تونس اذا تلقى هدف او حتى هدفين ممكن زهنيا بيكون صاحي يعني ممكن التركيز بيكون موجود فممكن يرجع بالنتيجة اما المنتخب السوري اذا تلقى هدف او هدفين فخلص يعني انسى الموضوع يعطيك العافية فهذا الشي المهم اللي اللي حابب يعني شوفه بالكابتن نبيل المعلول يعني اكيد نحنا متفائلين ومع الكابتن نبيل معلول مية بالمية وهو من افضل عشر مدربين عرب حاليا يعني فيه كتول جمال بالماضي حسام البدري اني حسن شيحاتا عدة مدربين لكن اكيد هتشوف اسم نبيل معلول من بين افضل عشر مدربين فاكيد هذا المدرب رح يلاقي الصيغة المناسبة لهذا المنتخب ولازم يتأكد تماما انه نوعية اللاعب السوري مختلفة عن نوعية اللاعب التونسي والتعامل مع اللاعب السوري مختلف تماما عن التعامل مع اللاعب التونسي ممكن احنا عدنا افضلية لبعض اللاعبين على المنتخب التونسي من حيث طريقة التعامل وكمان ممكن المنتخب التونسي عندهم شوية احترافية بتتفوق على احترافية المنتخب السوري فطريقة التعامل مهمة جدا لنجاح اي مدرب على كل حال يا شباب مثل ما حكينا الكابتن نبيل معلول من افضل عشر مدربين بالوطن العربي يعني فمدرب اكيد بوجود هيك مدرب اكيد لازم تكون الامال والطموحات اكبر يعني احنا ما طالبنا بمدرب عربي واجنبين لنلاقي نفس الفكرة الموجودة سابقا يعني فاكيد منتمنى والطموحات لازم تكون اكبر خصوصا مع مدرب اه درب نادي الترجي وحقق دوري ابطال الافريقيا درب بالمنتخب التونسي وكان عم موجود متواجد بكاس العالم فاكيد الطموحات اكبر والتفاؤل كبير للناس اللي بتعتقد انه انا ماني متفاؤل بتمنى يعجوكم الفيديو ودكونوا بصحة وخير وسلامة اشتركوا في القناة